اشتركوا في القناة الذي توفى امس تغمده الله واسع رحمتي واسكنه فسيح جنتي رحمة الله علي الفرحمة نور علي كابتن رجل اللي فضله كابتن على كل حكام بدون استثناء اكيد رحمة الله علي كابتن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اقيمت خلال هذا الاسبوع بعض المباريات المؤجلة من الاسابيع الـ 22 23 و 24 من خلال هذه المباريات يعني في بعض الحالات التحكمية ان شاء الله هنشوفها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اول مباراة عندنا طلاق الجيش وغيرد المحلة لا اسف ده فيوتشر اه فيوتشر كابتن والدخلية والدخلية تكون طاقم هذه المباراة من كابتن طريق مجد حكام ساحة احمد توفيق طلب ومحمد عبد العظيم وسعدين عام رمضان حكام رابع والصفة الشهدي واسمة السايد في غرفة الفار اول حال عندنا هنلاحظه في دقايق يعني تلاتين واثنين وثلاثين وعربعة وثلاثين هنلاقي ان في بعض العيبة اه الدخلية يرتدوا تيشيرت بكم لبني تحت تيشيرت المباراة زي كايا انبادي رقم عشرين كارين يحي رقم اتنين محمود طلعت رقم سبعتاشر وهيزب بعد كده سامير فيك الرقم تماني احنا كنا قلنا النحوظة دي قبل كده بس يعني كانوا لابسين تيشيرت ابيض في مباراة الاهلي والدخلية في الجولة العشرين زي ما حضر رقم شايفين كده وطبعا كنا قلنا اللون ده مش مناسب طبعا للون الغالب لتشيرت المباراة فيبدو طبعا ان في استجابة من المسؤولين في نادي الدخلية ودي طبعا يعني نقطة يحمدوا عليها وطبعا في استجابة منهم للمباحثات اللي احنا بنقولها نعم بعد كده في الدقاء اه اربعة وخمسين وخمسة وستين وواحد وسبعين وتمانين وستة وتمانين هللاقي ان الكابتن علي ماهر خارج منطقة الفنية بتاعته تماما وطبعا كان لابد ان الحكام الرابع يكون ليه دور هنا انه برد يتوجه للكابتن علي ماهر ويوجهه انه هو برده ما يخرجش خارج المنطقة الفنية يعني حاول انه هو يظهر سيطرته على المناطق الفنية للفريقين وده طبعا اللي ما حصلش بعد كده في الديئة خمسة وخمسين هنلاقي فيه خطأ على ساعة سمير يمكن حراراتك هتشوفوه برده يعني اللعبة هو رمى نفسه كده على المدافع او زي محركوا شايفين اللي هو طبعا ما فيش خطأ هنا والحاجة انما هو بحاول يحصل على ركل الجزاء انما طبعا استمر اللعب وده طبعا طارق مجدي تأديره جيد في هذه اللعبة بعد كده في الديئة ستة وستين هنلاقي فيه هنا المساعد التاني محمد عبد العظيم هو فيه تحرك متأخر عشان يتابع ويمكن هو يمكن تبركزه من السليم انما هو اتحرك بسرعة عشان يقدر يوصل ليه حالة التسلل لو فيه حالة التسلل انما طبعا ده تحرك متأخر لازم ان هو المساعد ده يربط تحركه خطوة بخطوة مع اخر تاني مدافع عشان يقدر يوصل التسلل بدقة بعد كده في الديئة تمانية وستين وزي محرقون شايفين برضو هنلاقي سامير فقر خم تمانية وده نزل بديل في الشوت التاني يرتدي التشيرت إنما الملاحظ هنا ان هو لا يرتدي واقي الساق اللي هو الشنجار زي ما بنقول وده رغم اهميته طبعا للعيبة وخصصة في المباريات القوية فطبعا دي برضو ملحوظة كان لازم الحكم الرابع بيشيك على الكلام ده كله ويقدر برضو إيه يلفت نظر اللعيب بعد كده في الديئة سبعة وسبعين هنلاقي لعيبة في يوتشو الطالب وبيحتسب ركل الجزاء لصلاحه إنما طبعا ما فيش أي خطأ هنا يمكن هنا ناصر ماهر اتزحل فيه كرة مشتركة إنما ما فيش أي خطأ عليه واستمر إلا الحاكم ودامه على دونه يعني يبقى خطوتين كابتل ومتقدره سليم فيها نعم بعد كده في الديئة تمانية وتمانية هنلاقي المساعد التاني انتظر قرار الحاكم رغم اللعبة قدامه يمكن برضو زي محرورك شايفين كابتل ناصر ماير بيتناقش مع المساعد التاني محمد عبد العظيم وطبعا فعلا هي ركلة ركنية اللي صالحه إنما احتسبت ركلة مرمى ورغم إن الحاكم برضو يعني المساعد انتظر قرار الحاكم وبعدين ادى رايته رغم إنه هو الأقرب للعبة بعد كده في الديئة تسعة وتمانين أهرز طبعا لعب الداخلية رقم 21 عبد الرحمن البنوبي هدف الداخلية الوحيد واللي فازوا بيه على فيتشر إنما الملاحظ هنا إن يعني من قوة تزديدة ارتدت الكرة إلى خارج المرمى إنما الكرة يعني تجاوز خط المرمى بين القائمين وتحت العرضة بكامل هيئتها فكلا بد برضو تدخل طبعا كلهم دور والمساعد برضو القريب منها من الكرة لازم يكون برضو على صلة مع الحكم ويقولوا إن الكرة تجاوز بس لازم يكون نازل بالقرب من خط المرمى عشان يقدر يحكم الكرة تجاوز او لا لا إنما طبعا الهدف احتصب وهدف سليم 100% بعد كده في الديئة 90% هنلاقي احرص لعب فيوتشور هدف ولكن فيه راية من محمد عبد العظيم المساعد تاني تشير ليه تسلل عمر عمر السعيد زي محمد عشان فيه رقم 18 طبعا اتلعبت له كورو وفي موقف سلم وبعدين لعبها براسه اللي زميله لأحرص هدف احمد عاطف إنه بطبعا فيه راية من المساعد تاني وراية سليمة للتماركز السليم بعد كده في دقيقة 92 هنلاقي فيه لقطة كده يعني فيها حرفانة شوية من لعب الدخلية جوهاني يعني بيوقفها بطريقة نمار يعني فيها حرفانة زيادة لما طبعا لقطة يعني برضو ما بتتكررش كتير انتهت نتيجة هذه المباراة 1-0 لصالح الدخلية المباراة اللي عندنا بعد كده مباراة المصر والبنك الاهلي وقضى هذه المباراة تحكميا طاقم حكام مكون من امين عمر حكم ساحة احمد حسام مكرمي السعيد مسعدين محمود منصور حكم رابع محمد عباس قبيل وهاني خيري في غرفة الفار اول حالة عندنا نلاقي في دقيقة عشرة طبعا نلاقي يعني طرقيصة حلوة كده من الياس الجلاصي لعب المصري انما طبعا خد خطأ لان طبعا محمد هلال او محمود السيد هو طبعا لو اخد اتعمال له الكوبري دوت يعني فعمل معه خطأ واحتصب هذا الخطأ بعد كده في الديئة حداشر الحكم بيرطوب من حارس المصري هو طبعا الخطأ او التسلل كان بالقرب من خط المربو هناك خالد جاء يعني قريب من رأي ورغب ذلك الحكم يعني برضو الرجل هنا يمكن بابا فسليو بيحتاج على اللعب الكرة من المكان ده رغم انه يعني الحارس المربو عصان صرت مقدمة حوالي مش اقل من 25 يارضا فطبعا الحكم استجاب ورجع الكرة لمكان احتصاب الخطأ وفعلا لعبها حارس المربو من مكانها بعد كده في الديئة 19 هنلاقي فيه يعني رجبة وخشونة من عمر الموسى لعب المصري فيه ظهر احمد ياسر لعب يعني ما لهاش اي لازمة هنا الحكم زي معول زي ما حضرتك شايفين فيه شد وجذب من اللعبة انما طبعا رجبة ديت برضو كان ممكن تسبب اصابة الحكم هنا طبعا اللعب كان متوقف ساعته عشان رمي تماث الحكم هنا ما خدش اجراء يعني يعني لو اللعب شغال هيدي انظار لو اللعب متوقف كان طبعا لو خد اجراء اندباطي يعني انظار او طرد كان ضرد بدون كرة انما اكتفى بالتحذير بعد كده في الديئة اربعة وعشرين هل فيه ركل جزاء لصالح البنك الاهلي لم تحتسب هي كان لابد هنا من تدخل حكام الفور لانه طبعا فيه عرقلة هنا من حارس المرمى عسام صروت لكريم بامبو زي محركها تشوفه كده برجله شمال وطبعا عاقوا وعرقلوا فلم يتمكن زي محركوا شايفين لم يتمكن من لعب الكرة بطريقة سليمة او باريحية دور الفور فين يا كابتن يا كابتن هو كان لازم الفور يتدخل هنا ويلفت نظر الحكم والحكم يروح يشيك على اللقطة دية من اكتر من زي واذا ما حروك شايفين كده انما فعلا فيه عاقة وعرقلة لكريم بامبو ولم يتمكن من لعب الكرة باريحية هو هنا طبعا منتظر ان الفور يستدعي انما لم يتم استدعاه من قبل حكام الفور وكانوا محمد عباس قبيل وهاني خير ده طبعا تقديرهم بعد كده في ديئة تسعة وتلاتين ألاقي فيه فرصة برضو سهلة جدا لكريم بامبو لأحراز هدف للبنك الآلي انما برضو أهضرها يعني برعون هيا الكرة هنا ما فيهاش اي تسالل انما هو خدب حرفانا وطبعا لما يتمكن هو يضع الكرة في المرمى وأهضرها بعد كده في ديئة خمسة واربين هالي هي الحكم أعاد لعب البنك الآلي عشان يلعب رامي التماس من مكانها هو يمكن برضو الحكم الرابع هنا يمكن يشير لي الوقت بدل للضايع انما الحكم هيرجع لعب البنك الاهلي لمكان خروج الكرة لانها طبعا متقدم كتير جدا هيمكن من قبل خط المنتصف وده تصرف سليم من الحكم بعد كده في ديئة اتنين وخمسين هللقى فيه لمس التياد على محمد بسيوني الباكرايد بتاع البنك الاهلي انما طبعا لم يحتسب هذا الخطأ واحتسب ترامي التماس لصالح المصري بعد كده بعد كده في ديئة واحد سبعين هللقى فيه خطأ لصالح البنك الاهلي طبعا الخطأ ده من خارج منطقة الجزاء وليس من داخل منطقة الجزاء عشان الناس برضو ايه تبقى بس هو امين عمر هنا يمكن اخطأ انه هو شاور وهو بيجري فكل الناس اعتقد انه هي ركل الجزاء لا هو مفوو كان يوصل لمكان احتساب الخطأ وبعدين يشاوه لاتجاه اللعب انه ما هو مشاورته وهو بيجري كده كل الناس اعتقد انه هي ركل الجزاء وان الكرة من الداخل في حين ان الخطأ فعلا من الخارج طبعا ده عمر موسى اللي هو الكابتن مصري هو اللي ارتكب هذا الخطأ تم توجيء انظار ليه من الكابتن امين عمر لكن طبعا حكام الفار كان لهم دور هنا هيلغي الانظار وهيوجه له الكارت الاحمر وده طبعا لاني دي فرصة محققة لاحراز هدف وانحنا عايزين عارفين طبعا شروط الفرصة المحققة السيطرة على الكرة اتجاه اللعب على المدافعين طبعا دي كلها شروط لابد من توفرها في الفرصة المحققة بعد كده في ديئة تمانين انلاقي طبعا تحذير من الحكم لحرس المصر انه طبعا فريق المصر في الوقت دوت بيلعب بعشر لعبين بعد طرد عمر موسى في ديئة سبعين طبعا يعني برضو حرس المرمى صرر بيحاول ان هو برضو يتمادى في اضاعة الوقت تمام اذا نستكمل باقي الحالات ولكن بعد الفاصل نستكمل باقي الحالات التحكمية مع خبرنا التحكمي الكبير الكابتن مصطفى اسماعيل فاضل الكابتن اشكرا الكابتن بسم الله الرحمن الرحيم براء اللي عندنا بعد كده طلق الجيش وخلص المحل لو دي قيمة امس طبعا وتكون تقيم هذين براء من الكابتن احمد غندور حكم ساحق سامي هلهل محمود حسين مسعدين محمود دسوقي حكم رابع مصطفى متحق ومصطفى عطية في غرفة الفار اول حالة عندنا اللي في الديا اربعين هنلاقي فيه خطأ لصلاة المحلة لم يحتسب الخطأ دوت وطبعا سقوط لعب الجيش احمد ذو رغم ان هو انذار يعني اصطنع الاصابة وسقط زي ما حضرتكو هتشوفوا كده رغم ان هو اللي عمل الخطأ واحمد الشيخ ما عملش اي حاجة معاه اه الخطأ اللي بعد كده فيه الحل اللي عدده بعد كده فيه ديئة واحد وخمسين اللي فيه ركلة مرمى لصلاة المحلة احتسبها الحكم القريب من اللعبة ركلة ركنية يعني هنشوف بازوكة حضن عليها ويساب الكرة هو ما لمسهاش وطلع طبعا من كريم مصطفى كريم طارق ركلة المغفون هي ركلة مرمى انما الحكم احتسبها ركلة ركنية لصالح الجيش بعد كده في ديئة تلاتة وستين هنلاقي طباطق غريب طبعا النتيجة واحد سنف طلع الجيش انما هنلاقي فيه طباطق من لعبة الجيش فيه رمي التماز واحمد شيخ بيجي بلهم الكرة وطبعا ما فيش حد عايز رمي التماز ويمكن برضو الرجل اللي بيكاتشن على غاز المحلة برضو بيشاول لسامي هلها المساعد بعد كده في ديئة ستة وسبين هنلاقي فيه انظار مستحق المحمود ودي هو طبعا احتسب الخطأ هنا انما هو زي محل رجل شايفين كده خد الكرة وشتتها وبعدها عن مكان احسب الخطأ كل ده طعمه طبعا اضاعة الوقت وتعطيل اللعب هو خد فيها انظار طبعا ده انظار مستحق الحل عندنا بعد كده في ديئة 82 هنلاقي هو فيه خطأ هنا ارتكبوا لعب المحل رقم 42 وطبعا نال عليه انظار زي محر شايفين كده انه طبعا فيه المار فقيرة في وجه محمد سنير لعب جيش رقم 31 طبعا هيتم اه 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 وتوجيه الانظار والكارت الاصفر انما يعني نحب ان نلفت النظر لي ان اللاعب اه طبعا خرج رغم ان اللاعيب القسم حصل على انظار في الحالة دي اللاعيب المصاب ما بيخرجش انما انه فاجأ انه خرج ويلف من وراء راية الركن انما طبعا احد اه فنزل على طول بعد ما خرج اه للعلاج بعد كده في الديئة 88 انلاقي فيه فرصة سهلة جدا اهضارها طبعا محمود ودي مهاجم الجيش لاحراز الهدف التاني زي محرارك شايفين كده طبعا فرصة لا تضيع بعد كده في الديئة 90 انلاقي الحكم الرابع اشهر اربع دقايق وقت بدل اللاربع دقايق دي وقت قليل جدا لان طبعا اه تماد اه لعبي طلق الجيش فيه اه تعامل اضاعة الوقت وتعامل تعطيل للعب فطبعا اللاربع دقايق دي كان وقت قليل جدا الوقت فعلا اللي ضاع خلال الشوت التاني بعد كده في الديئة 33 سنين هنلاقي برضو حارس مرمع الجيش محمد شعبان برضو تماد في يعني اضاعة الوقت وطبعا يمكن الحكم اه اتوجه له هو ما حسبش خطأ انما هو اقف اللعب وتوجه لي وطبعا استأنف اللعب باسقاط لانه طبعا ما فيش خطأ صحيح بمناسبة غز المحلة اقاله المدير الفني النهاردة بتاع غز المحلة عدل بقى جمال اه عشان النتائج وكده حول الله فضل كابتن عند حاجة احصاية او حاجة اه في احصاية كابتن طبعا الاسبوع الستة وعشرين اه اه طبعا ادار المباريات التسعة اه خلال التسعة الجولة الستة وعشرين اه اربعة وخمسين حكم تقرر منهم اربعة وخمسين حكم اه زي ما حراركو تشوف كده اه حكمين تقرروا مرتين خمس حكم تقرروا ثلاث مرات حكم واحد تقرر اربع مرات حكمين تقرروا خمس مرات خمس حكام تقرروا ست مرات حكم واحد تقرر سبع مرات خمس حكام تقرروا تسع مرات اربع حكام تقرروا عشر مرات تلات حكام تقرروا حداشر مرات حكمين تقرروا تلاتاشر مرات اربع حكام تقرروا اربعتاشر مرات خمس حكام تقرروا خمستاشر مرات خمس حكام تقرروا 16 مرة 8 حكام تقرروا 17 مرة حكم 1 تقرر 18 مرة حكم 1 تقرر 19 مرة طبعا برضو نحب نرفض النظر دي مش في الملعب يعني مشاركة سواء حكم او مساعد او فار او حكم رابع او ايه فار تمام عندنا يعني ملاحظات كده على الجولات الاخيرة في تعينات الحكام هنقولها بسرعة برضو كابتن عندنا هشام الدسوي ده اتعين في الجولة 24 مساعد وفي الجولة اه 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 اربعة وعشرين اه افار وفي الجولة خمسة وعشرين مساعد وفي الجولة ستة وعشرين برضو اتعين محمود سوي اتعين رابع في الجولة اربعة وعشرين وفار في الجولة خمسة وعشرين ورابع في مؤجلات الجولة اربعة وعشرين اه شريف عبد الله اه اتعين مساعد في الجولة اربعة وعشرين وافار في الجولة خمسة وعشرين ومساعد في الجولة ستة وعشرين اه محمد محمود لطفي مساعد في الجولة اربعة وعشرين وإيه فار في الجولة خمسة وعشرين خليجي الغندور تعين فار في الجولة أربعة وعشرين وفار في الجولة خمسة وعشرين أسامة بلطيف مساعد في الجولة أربعة وعشرين إيه فار في الجولة خمسة وعشرين إيه فار في الجولة ستة وعشرين أحمد لطفي مساعد في الجولة أربعة وعشرين إيه فار في الجولة خمسة وعشرين حمد القلاوي حكم في الجولة أربعة وعشرين وحكم في الجولة خمسة وعشرين طارق مجدي حكم في جولة 25 حكم في جولة 26 حكم في مؤجلات الجولة 22 وسنة سيد ايفار في جولة 24 وساعد في جولة 26 ايفار في مؤجلات الجولة 22 حسن السلطان حكم رابع في جولة 24 وحكم رابع في جولة 26 نادر أمر الدولة حكم في جولة 24 وحكم في جولة 25 أحمد ناصر عباس رابع في جولة 25 ورابع في جولة 26 محمود باسيوني حكم في جولة 24 وحكم في جولة 26 سامي حسين رابع في جولة 25 ورابع في جولة 26 سيد شعبان ايفار في جولة 25 ايفار في جولة 26 مصطفى متحد ايفار في جولة 25 ايفار في جولة 26 ايفار في مؤجلات جولة 24 عمر فتحي مساعد في جولة 25 وايفار في جولة 26 محمد عباس قبيل فارف جولة 25 وفارف جولة 26 أنا بس نحب نرفض النظر حالا ليه تكرار الحكام دي يعني في جولات متتالية حكا عايز تبرز انه في حكام بتتكرر وده امر ما يجب ان يكون وطبعا رئيس اللجنة الراجل بورتوال ده ما يعرفش حاجة على حاجة ده طبعا هو يعني المجموعة اللي موجودة هي طبعا بتقود التعيينات وطبعا هم اللي بيورونه الصورة كاملة صحيح صحيح بشكري كابتل مستوى شكرا جزيلا غدا بمشاة رحمن الخميس عندنا الظواهر عندنا الحصاد عندنا مسابقتنا التقفية السيحية الفنية ان شاء الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته